مآس كثيرة يعيشها اليمنيون في حرب لم يحدث فيها تغيير حقيقي على الملف السياسي ولم تحقق تقدما يغير من شكل المشهد العسكري ضحايا يذهبون كل يوم بالعشرات وفشل في إجراء تحقيقات حول جرائم الحرب التي تحدث في مختلف المحافظات في آخر الأحداث الدامية سقط 26 مدنيا بالحديدة وهم يبحثون عن ملجئ آمن بعيد عن المواجهات العسكرية بحسب الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف عبرت عن صدمتها من الهجوم الذي استهدف المدنيين ودعت المديرة التنفيذية للمنظمة هنري تافور أطراف النزاع في اليمن إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعربت عن قلقها الشديد من موجة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في اليمن وأوضحت في بيان لها أن الأثر غير المتكافئ للأعمال العدائية على المدنيين غير مقبول وسيظل له تأثير مدمر بعد مدة طويلة من صمت المدافع التحالف العربي نفى أن تكون طائراته قد قصفت المدنيين في الحديدة واتهم ميديشي الحوثي بالوقوف وراء الهجوم عبر صاروخ باليستي أطلق على قرية تابعة لمديرية الدوريهمي لكن منظمة يومن رايتسووتش أصدرت تقريرا شديد اللهجة يتهم قوات التحالف بالفشل في إجراء تحقيقات حول الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب مضيفة أن عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف العربي لم يرقى إلى المقاييس الدولية ولم يوفر سبل الإنصاف للضحايا المدنيين تبادل الاتهامات بين قوات التحالف وميليشي الحوثي في الوقوف خلف الهجمات التي يذهب ضحيتها المدنيون بشكل دوري وبين هذا وذاك يظل المدنيون الخاسر الأكبر في حرب بدأت دون أن يكون لها محددات نهاية ترجمة نانسي قنقر